آدم سوبين المكلف مكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية يبحث في باغلين الأربعاء المقبل مع مسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والمالية وممثلين عن أوصات المال الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب كما سيدعو سوبين إلى تعزيز تقاسم المعلومات في إطار التصدي لتمويل الشبكات الإرهابية في الأثناء تواصل السلطات الألمانية ملاحقة 180 شخصا على صلة بتنظيمات متطرفة في سوريا كتنظيم داعش بموجب 120 آلية جنائية بحوزة النائب العام يأتي ذلك غادات اعتقال عناصر خلية على صلة بداعش يشتبه بأنها كانت تحضر لهجوم انتحاري يليه إطلاق نار في ديسلدوف بغرب البلاد الخلية النائمة تضم أربعة سوريين كان أحدهم أدل في فبراير الماضي بمعلومات للشرطة الفرنسية من جانبها قدمت الداخلية الألمانية لائحة ب499 شخصا قد يشكلون خطرا على الأمن القومي يذكر أن نحو 820 ألمانيا غادروا إلى سوريا والعراق عاد منهم نحو الثلث فيما قتل نحو 140 وبذلك فإن نحو 420 لا يزالون على الأراضي السورية أو العراقية الجدير بالذكر أيضا أن ألمانيا لم تكتوي حتى الآن بنار الإرهاب على غرار ما حصل في فرنسا وبلجيكا لكن السلطات أعلنت مرارا أن البلاد قد تكون هدفا ريوض عشور العربية